طيب ده كان فيما يتعلق بالشق الأفريقي وقد إيه هو مهم ودور المصري مهم فيه ولكن في الشق المحلي كان فيه أكتر من نقطة رئيس الحياة تكلم فيه ومسألة الصحة هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا كمصريين الصحة والتعليم والغذاء هو ده المثلث اللي تقريبا بستحوز على 100% من اهتمام و100% من نفقات الشعب المصري على التعليم تعليم الولاد أو على الصحة وتوفير منظومة صحية ليه بيدفع من خلالها فلوسه أو دخله بتشكل جزء مش مش قليل وطبعا الغذاء في مسألة الصحة ومسألة التأمين الصحي الشامل ده كان تحدي كبير النهاردة الرئيس قال أن احنا بنستهدف الانتهاء من المنظومة بالكامل منظومة التأمين الطبي الشامل في خلال 10 سنين الرئيس طبعا أشار إلى الخدمة اللي بتقدم للمواطنين في المحافظات اللي بالفعل انطلق فيهم نظام التأمين الصحي الشامل اللي هم الخمس محافظات وحرككم عارفينهم وإزاي المنظومة بتسير في هذا الإطار وإن بالفعل إن شاء الله على هذه المدة الزمنية بنهاية العشر سنين إن شاء الله يكون المنظومة كلها يعني دخلت الخدمة وبتقدم تأمين طبي شامل ومحترم لكل المصريين يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية احنا مستهدفين إن التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال 10 سنوات نتمنى كده ونشتغل على كده ولما طرح الأول عرض علي في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين أكتر من كده كانوا بيكلموا في 15 و 20 سنة وأنا قلت لهم أنا مقدرش أبدا أن يعني نقدر نأجل تقديم خدمة طبية ذات شأن لمواطنين بعد 20 سنة طبعا في موارد وفي بنية أساسية طبية لازم تكون مقبولة لكن احنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج واتحرطنا فيه ونتكلم في خمس محافظات دلوقتي وبنقول إن احنا إن شاء الله في خلال المدة اللي احنا ألزمنا بها نفسينا الحكومة أو يعني من حتى يأتي وبعدنا ينفذوا هذه الخطة خلال 10 سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين شكرا